أهلا بكم القانون والأمثال الشعبية هل في علاقة وطيدة بين القانون والأمثال الشعبية أو المأثور الشعبي يعني أمثال الشعبية بتنم عن حكمة وبعد نظر أهل أول لأن أكيد ما إجت من فراغ إجت بعد علم وتجارب وبصيرة نافزة كمان ما علينا أنا مو أصدي أحكي بالمجمل علاقة القانون بالأمثال الشعبية هذا الموضوع واسع كتير أنا بدي أحكي بموضوع أديع شوي القانون وعلاقته بمثال شعبي واحد كمان حتى مو هيك أو مو هدأ أصدي يلي بدي أحكيه بالحقيقة أنه في مثل شعبي بيتبادر لزهني مدري ليش وقت بنسأل أسئلة قانونية معينة هيك معقول أو هذا هو موضوعي شو هو هذا المثل أو القول الشعبي المأثور يلي بيخطر ببالي وعلى أي أسئلة أنه هلأ كتير بيجيني أسئلة كلما بيطلع قانون جديد مثلا بيسألوني عن قانون الجرائم الكترونية فما بجاوب في ناس بتلح بالسؤال أنه عطينا رأيك يعني أنت معها القانون أو ضده هل هو التقييد للحريات أم أنه بيمنع الشطط والكذب والتبلي على وسائل التواصل فبدل ما فكر جاوب بيخطر ببالي هالمثال فورا وكمان وقت بشوف نقاش عن دستورية قانون تصريف 100 دولار عن دخول سوريا أو أنه لازم يصدر قانون يكافح تعنيف النساء أو غيرها من مشاريع واختراحات قوانين عسى تتحسن الظروف بسن قوانين جديدة لكن برضو ما برد مو لأن ما بعرف مين فتح الأندلوس ولا لأن بعرف وما بدي أقول ومو بس لأني مؤمن بمقولة سعد زغلول علي الطلق ما فيه فايدة لكن لأني بيخطر ببالي فورا المثل يلي بيعبر عن هالمرحلة طبعا رح لكم يا بالآخير فبيعطيك شعور يعني هيك لا يمكن وصفه المهم برأيكم شو هو هذا المثل يلي بيخطر ببالي وقت بنسئل عن قوانين جديدة من هالنوعية أو عن دستورية قوانين وقرارات إدارية من قبيل إداع جزء من قيمة العقار بالبنك ورفع الدعم عن الأطباء والمحامين وغيرها المثل هو طب الجرع على تمة تطلع على البنة الأمة لا صبحي مو طب الجرع على تمة يعني شو دخل وين القانون بهالمثل يعني لازم كل ما قلنا مثل يعني لازم طب الجرع على أمة شو من قلة الأحباب زارتنا الكلاب شو من قلة العباب من يلعب تجيب الأمثال انت ما ليس معنا من قبل لا طبعا مخطر ببالي هاد ولا هو ما ممكن يخترب ببالكم مثلا لا قد ان تسمعوا لعين تشوف عادي يعني بيجي بباله الواحد هيك شي بس مو هاد لأن ما بيعطي التأثير اللي حكيت عنه راح الناس وبإنك ناس حكى بدري وين شرح صدري لا ولا حكى بدري وين شرح صدري لا أبدا مع كل الاحترام للحقوقيين اللي عم يناقشوا هالقوانين يعني كل واحد له منظاره ومن حقه يعطي رأيه وأنا ما بحب أعطي رأيه وبحس إنه هالمثل اللي رح خبركم ياه بالنهاية بعد ما نطف قلب بقصدي بعد شوي هو اللي بيمنعني لكن طبعا ما بمنع حدا من المناقشة تسأل مجرد ولا تسأل حكيم لا لا تقليدي كتير هاد إذا بدكن تظلوا تقولولي أمثال من قبيل لو في خير مرامات طير ما بيأرقع بالدست غير العظام ست تجاريتين على قلي بيطين لا تقول فول اللي يصير بالمكيول الغريئي بتعلق بأشي هالخد يتعود على اللطم كنت رأيت لأيا دي احترقت الطبخة فرح لكم كلها أمثال شعبية معبرة ومهمة لكن ما بتناسب الموضوع اللي عم احكي فيه يعني كلها هاي ما خطرت ببالي لا يموت الديب ولا يفنى الغنم لا وش حلو ولا ولا تكمل شو إذا بدك تستريح شو ما شو بتقول منيح إذا بدك تستريح بنinklesب علي بس مو هاد مس كلمين صف الصواني صار حلواني في مثال أحلى بعرفة عن الحلواني قال الدباني بتعرف ضقن الحلواني ما علينا من تحت الدلت لتحت المزراوى لا مو هو كل الجمال بتعارك ليه عدا جمالنا بارك حلو هاد بعبر على المرحلة كل الجمال بتعارك ليه عدا جمالنا بارك بس مو مو مناسب بدك تقول يعني مثله مثل إجالي كحلعة ماها قال له شو أطيب من العسر قال له خلي ببلاش دربي سيد ما يريد لا لا الحقيقة ولا واحد من هدولي بيخطر على بالي بعدين ليش عم تجاوبوا كأنها مسابقة ولازم تربح فيها على كلين كلهم غلط اخسرت وطلعت من المسابقة صبحي أنت الحلقة الأضعف وراح أقوله أنا لكن قبل ما أقوله قبل ما قلكن يا أنتوا مداخلين بالمسابقة هاي اللي اختراع صبحي بس معلش وقفوا الفيديو وكتبوا المثال بتعليق يلي برأيكم لازم يخطر على بالي وقت حدا بيسألني عن تفاصيل هالقوانين على الأمانة يعني أنا رح أقوله بس اكتبوه قبل ما أقول كتبته ورجعته طيب لما حدا بيسألني عن تفاصيل قوانين جديدة ومن إيماني إنه مشكلتنا مو مشكلة قوانين يعني مو الحل بقانون جرم التعنيف للنساء ولا إقرار قانون الجرائم الإلكترونية ولا حتى إلغاءه ولا العبرة بتفاصيله إذا غائمة ملتبسة عائمة ولا واضحة جلية لا لبسة فيها ولا غموط أكتر من هيك حتى كتاب الدستور جديد مو هو الحل؟ أو برأيي مو من هون بيبدأ الحل مشان هيك وقت حدا بيسألني عن رأيي بتفاصيل بتخصها القوانين بيخطر ببالي فورا نقول له أسيدي حط بالخرج نعم حط بالخرج هو المثل يلي بيخطر ببالي وقت بنسئل عن هالقوانين وإذا كنت معها ولا ضدها أو مناقشة تفاصيلها فورا بيخطر ببالي إقول له حط بالخرج بيخطر خاطر بس لكن طبعا ما بيقول له لأن عيب ايه نعم دمتم بخير عجب وين بدنا نروح في هذا؟ المشكلة ما بنقدر نتخلى عنه طاول عيب ايه نعم ايه نعم ايه نعم ايه نعم